التسوية مع الفلسطينيين تغيب عن الحملات الدعائية للأحزاب الإسرائيلية من جديد تعود إسرائيل إلى انتخابات الكنيست للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات بينما يغيب الحل السياسي للقضية الفلسطينية عن الحملات الدعائية في انتخابات ستلقي نتائجها بظلالها الثقيلة على الفلسطينيين وكعادة الأحزاب الإسرائيلية الكبرى فإنها لا تخوض أي من الانتخابات على أساس أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين لا سيما وأن غالبية الأحزاب تتخذ من مواقفها المتشددة إزاء القضية الفلسطينية وسيلة لاستقطاب أصوات اليمين الإسرائيلي الذي يتفق على وجوب التعامل معها من منطلق أمني فقط ولكنه ليس مستعدا للحديث عن حل سياسي ورغم ما حمله الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من تأكيدات بأن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يدعمون رؤية حل الدولتين إلا أنه لم يتخذ تلك الرؤية عنوانا لحملته الانتخابية فضلا عن أنه لم يذكر حدود هذه الدولة التي يطمح الفلسطينيون أن تقوم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تكريس الاحتلال والعدوان المتواصل وتعزيز الاستيطان هو نهج إسرائيلي ضمن استراتيجية تعمل عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد أن اختفى الحل السياسي عن جدول أعمالها منذ سنوات وحل مكانه توظيف العنف ضد الفلسطينيين كآدات لكسب المزيد من أصوات اليمين المتشدد